محمد بن عبد الرحمن العجران رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى وأحد المهتمين بالشأن الوطني وبما يتعلق تحقيق رؤية المملكة 2030 الحقيقة أنها فرصة لا تقدر بثمن أن أتيحت للفرصة للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي والذي جاء في وقته وجاء تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 وما وكبها من مرهامج ومبادرات طموحة الحقيقة تشكر هذه الجامعة الفتية وعلى رأسها معالي الأستاذ الدكتور عوض الأسمر على مبادرتها في عقد مثل هذا المؤتمر لتوعية النشأ بأهمية الانتماء الوطني ومحددات الهوية الوطنية سيما ما نعيش في هذا العالم من تواصل مجتمعي وتغيي العولمة على كثير من المجتمعات وبخاصة في عالمنا العربي أعتقد جازما أن الجامعة وفقت في اختيار هذا الموضوع وفي اختياره في هذا الوقت بالتحديد وفي مواكبتها لرؤية المملكة 2030 واهتمامها بالجانب الهوية الوطنية وتحقيق الذات مع الانفتاح على العالم في ما يتعلق بالاستفادة من العلوم والمهارات والتجارب وبخاصة في العلوم التطبيقية والتقنية الاستفادة أيضا من ثقافات الأمم الأخرى مع المحافظة على الموروث الوطني وتمسك بالهوية الوطنية التي هي أساسنا والأمة أي أمة كيانها ومقاوماتها تعتمد على هويتها ومدى اتزازها بهذه الهوية وبموروثها ونحن والله الحمد نعتمد على موروث جد كبير وموروث نفاخر ونفخر به بين الأمم في موروث إسلامي وعربي وموروث أيضا قومي في الأتزاز بنهضة هذه البلد ومؤسسها جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالحمن الفيصي طيب الله وثراه ثم ما نعيشه في هذا عهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمعازرة سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الحقيقة نعيش نهضة تلموية وتعليمية يندر أن توجد في أمة من الأمم وأيضا نفاخر بما وصلت جامعاتنا عددا ونوعية ومخرجات نحن نلاحظ في مجلس الشورى وبخاصة في لجهة الإدارة والمواد البشرية مدى اهتمام الدولة عزه الله بكافة جهاتها وبكافة أجهزتها وبخاصة الجهات التعليمية في تهيئة الموارد البشرية وأساسها الشباب ومدهم بالعلوم النافعة والمهارات التقنية والمهارات الإدارية والمهارات التي يحتاجها الشاب في هذا العصر وتؤهله لخوض معركة الحياة وخوض غمار المساهمة مع إخوانه وأخواته أبناء الوطن وأبناء وبنات الوطن في مسيرة النماء والتنمية التي نشهدها في هذا العد الزاهر بكل فخر وسرور أسجل أعجابي بما وصلت إليه جامعة شقراء هذه الجامعة الفتية في هذا العمر القصير في عداد الزمن ولكن هذا أجزم أنه لم يتم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلا بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاعات التعليم وبخاصة التعليم الجامعي واهتمامها بالعنصر البشري وتنمية الموارد البشرية واهتمامه أيضا بخاصة بالتعليم الجامعي وما فوق الجامعي من خلال هذه الجامعات المنتشرة ومن خلال البعثات وابتعات الطلبة والطالبات اللي ينهلوا من علوم المختلفة في شتى بقاع العالم أينما وجدت المعلومة فنبحث عنها وتوفرها الدولة عزها الله لأبناء وبنات الوطن جامعة شقراء الحقيقة بامتدادها الجغرافي وبعدد كلياتها وعماداتها وجامعاتها وأقسامها تعتبر أنموذجا من نماذج النهضة المباركة التي تعيشها المملكة في مجال التعليم الجامعي والشكر موصول لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد أرشيخ على جهوده المباركة في متابعة هذه الجامعات وتعزيزها ودعمها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه وبخاصة في هذا اليوم نشكر معالي على رعايته لهذا المؤتمر الدولي الذي كما ذكرت قبل قليل نحن بحاجة إليه ويتلامس مع حاجة الوطن في ظل رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني أكرر شكري للجامعة ممثلة في معالي الأستاذ الدكتور الأستاذ عبدالخزيم الأسمري وكافة وكلاء الجامعة وكافة المنظمين لهذا المؤتمر على جهودهم وعلى تعدد أوراق العمل وتعدد البحوث التي اجتمل عليها المؤتمر وورش العمل والفعاليات المصاحبة له والتي الحقيقة حضورها لا يقدر بثمن وأنا على ثقة بأن شبابنا وشاباتنا ليس فقط في جامعة شقرة وحدها وإنما في عموم الجامعات سيستفيدون من مخرجات هذا المؤتمر وسنرى ذلك إن شاء الله على واقع الأرض في تنمية شعورهم الوطني وفي إسهامهم في هذه النهضة المباركة شكرا